السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج تساؤلت تجسيدا لالتزامات وبرنامج رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تضمن مشروع قانون المالية 2025 تضمن جملة من التدابير والإجراءات من أجل الوصول إلى ترقية الاستثمار وتحقيق التنمية وتطلعات السكن خاصة بالجنوب الكبير مشاهدي الأكارم للحديث أكثر حول مضمون مشروع قانون المالية 2025 خاصة ما تعلق بعنصر ترقية الاستثمار بالجنوب الكبير أسعد باستضافة السيد محمد غومة رئيس الغرفة الفلاحية لولاية إليزي سيد غومة أهلا ومرحبا بك معنا وشكرا على قبولك الدعوة شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم شكرا سيد غومة كأول سؤال نبدأ به ما هي قراءتك الموضوعية لمشروع قانون المالية 2025 طبعا قانون المالية للسنة 2025 يدخل ضمن تعهدات رئيس الجمهورية التي تعهد بها في إطار الحملة الانتخابية لعهدات ثانية ومضمونها الاجتماعي وفي شقها الاجتماعي والسياسي وتحديات السيادة الوطنية هذا ما هو يشير له قانون المالية سنة 2020 أنه لابد من الدولة الجزائية أن ترفع تحديات من أجل ضمان سيادتها في الطروة والأمن الغدائي بالذات نعم هل يلبي ربما تطلعاتكم في الجنوب الكبير؟ خاصة وأنه مشروع لحظ ما أنه تضمن العديد من الإجراءات والتدابير تحفيزات إلغاء الضرائب بعدم دفع الجباية من أجل تحفيز ربما الاستثمار المنتج الخالق للثروة ومناصب شغل؟ نحن تتبعنا لهذه القانون يعني ربما يعطي أمل كبير لسكان الجنوب وخاصة الفئات الاجتماعية الضعيفة وكذلك المهنيين ما يتعلق بالفلاحين وكذلك الاستثمارات الكبرى التي هي تحديات الدولة الحالية من أجل أمن غدائي ومن أجل استراتيجية الدولة للحفاظ على أمنها وسيادتها وقراراتها السيادية هذا ما يعني ما يطرح يعني داخل البنود أو المواد الوادرة في القانون المالية لسنة 2015 ضمن يعني التحفيزات سواء كانت ضريبية وسواء كانت في إطار التجهيزات بالدات من أجل خلق نشاط استثماري كبير في ملايات الجنوب بالدات نعم ممكن تعطينا أهم ربما للإجراءات لتشوف أنه رح تكون فأ الخير على سكان الجنوب الإجراءات هي أولا ما فأ الخير وهي بالدات يعني لم يتضمن يعني زيادة في الضرائب التي تهمس المواطن أو تمس الطبقات لهشها في المواطن وكذلك زيادة في الاستثمارات الكبرى التي تمس يعني الفلاحة والإنشاء التجهيزات القاعدية التي تدخل ضمن يعني الاستثمارات الكبرى ما تعلق بالمساحات الكبرى للاستثمار الفلاحي وخاصة يعني المبادرات الأخيرة التي رأيناها جمعت عدة وزارات على مستوى مقر وزارة المالية بما فيها يعني مستوى المحلي للولاة للجنوب الكبير فهذا يعطي أملا كبير للمواطن بالدات مما يخلقه من مناصب شغل جديدة وما يرفع من قدرات الإنتاجية للأمل الغدائي للدولة الجزائرية نعم ما هي مقترحتكم ما سيد غمية نحن مقترحتنا بالدات وهي أن الولايات التي تدخل ضمن هذه السياسة الدولة ربما لها نواقص ولها يعني متطلبات أولا أنها الدولة تساهم بخلق منشآت قاعدية من أجل رفع تحفيذات أكثر للمستثمرين بما يخلق ديناميكية وهي أولا الطرقات يعني فتح الطرقات بنية تحتية بنية تحتية تسهيل الإجراءات الإدارية والتي تعرفوا أن الإدارة ربما تعاني لكثير من البورقراطية وكذلك إنشاء منشآت قاعدية مهمة وتسهيل الاستثمار في إطار البنوك أو القروض للناس التي تستثمر في الجنوب الكبير وخاصة ثانيا هو الإحفاء الضريبي لهذه المستثمرات والطاقة الكهربائية التي هي أساسا التي ترخل ضمن المساحات الكبرى في الإنتاج في لحي هذا الشيء لازم يعني الدولة تستثمروا بجهد كبير وبي يعني راح يعود يعني الإنتاج أكثر فأكثر إن شاء الله في السنوات المقبلة نعم ماذا عن التنمية في الجنوب سي روما نحن أولا سوف أعود أن التنمية في الجنوب مرتبطة دائما بالطرقات والمسالك لذلك لازم الدولة تأخذ بعين الاعتبار هذه الطرقات الأساسية لأنها هي التي تربط الشمال بالجنوب لنقل المواد الأساسية في إطار البنية التحتية سواء كانت الطرقات وإلا سواء كانت السكة الحديدية وإلا ربط النقل الجوي وفي نفس الإطار لازم أن تحفظات من خفض التذاكر وخفض الطاقة الكهربائية المستطنرين الكبار في هذا الإطار نعم اليوم الاستثمارات لا تظن أن قانون الاستثمار الجديد والإصلاحات الاقتصادية التي قام بها رئيس الجمهورية في العهد الأولى بدأت تستقطب الاستثمارات في كل مناطق الوطن وخاصة بالجنوب هذا أكيد وهذا الشمال المسلم على مستوى ولايتنا يعني في المدة الأخيرة ربما نحن على مستوى ولايت اليزي خاصة القطاع الفلاحي استبشرنا أخير أن بعض المستثمرين لازمين هما قاموا بالمغامرة أو المجازفة بهذه الصحراء الكبرى إلا أن النتائج إيجابية ومسجعة والشيء الذي أثبته في الساحة أن الصحراء تنبت كل ما عطيتها سوف تنبت وسوف تمد يعني كل ما هو جدي ونافع ورفع القيمة الإضافية للإنتاج الخامل للدولة الجزائرية خرج المحروقات نعم هذا بخصوص دائما الاستثمار اليوم ما هي العوامل أو الشروط اللازم توفرها من أجل تسجيع الاستثمار أكثر بالجنوب الكبير الأول حاجة لازم من القوانين المضبوطة التشريع أهم حاجة لأنه خاصة ما يدخل بالشراكة ما بين الجزائريين وقطاعات الدول الشقيقة وإلا المجاورة لازم من ضبط قانون يفصل أو يعطي ويبين كافة الحقوق من المالك الأصلي والشريك الأجنبي وإلا الشريك المحلي سواء كان وفي هذا الإطار لازم من تشريع يضبط تماما هذه الضوابط بتشريع مبين وتنظيم مبين حتى لا يخلق أي تجاوزات وإلا يخلق أي صراعات من أجل لاجئ ويساعد المستثمرين من ضبط أموالهم واستثماره في حقوق بينا ما هي المشاريع التي يجب أن نعطي لها الأولوية حسب رأيك سيد غوما في الجنوب الكبير من أجل ربما خلق هذه الوثبة خلق التنمية خلق مناصب الشغل الأمن الغدائي أمن الغدائي هو أمن القومي للدولة الجزائرية الأمن الغدائي بعدها يليه البنية التحتية بما يدخل في الطرقات دائما والسكة الحديدية الصحة التعليم هذه الأساسيات للبنية التحتية الواجب توفرها في الجنوب حتى للمستثمرين القادمين إليها حتى يرتاح يتوفر على كافة الوسائل الراحة الاجتماعية له يتحصل على مستشفى قريب له يتحصل على النقل وقت ما يحتاج يتحصل على الكهرباء وقت الكافية لتغطية المشاريع هذا الشيء يجب أن يستثمر فيه بجدية وبيعاني من أجل رفع التحديات قادمة شاء الله نعم هذا ما هي الآليات التي يجب أن نضعها سيدهما من أجل ربما مراقبة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خاصة بولاية الجنوب من أجل تنفيذ كل البرامج الاستثماري طبعا الأليات أولا تدخل دائما في إطار القانون والتشريع المعمول به في إطار الدولة هذه أولا ثانيا تبقى تحت سلطة المحلية التي هي ترافق في نفس الوقت وتراقب من أجل أن لا تضيع أموال العمومية للدولة وأموال المواطن الجزائري في مشاريع لا تفيد بشيء وأهم حاجة هي المرافقة ورفع البورقراطيات من الوتيق الكثيرة التي ترهق المواطن وترهق المستثمر ما بين الإدارة نعم الإدارة اليوم ما هي القطاعات التي يجب أن نركز عليها في الجنوب هل نركز على كل القطاعات أم أن هناك قطاعات يجب أن نركز عليها أكثر في الجنوب من أجل خلق أقطاب اقتصادية أقطاب فلاحية أقطاب غذائية تحويلية هي القطب الفلاحي هو سيخلق باقي الأقطاب لأن الفلاحات تطور إلى فلاحة صناعية منتجة وتحميلات كثيرة ضمن المنتجات الفلاحية وما بعدها وسائل النقل لازم تكون لأننا نحن نعرفه أنه لازم نربط السكة الحديدية عبر كافلة المستثمرات الكبرى هذه بسكة الحديدية لأن السكة الحديدية تقل تكلفة وتزيد من الوزن النقل لأن الطرقات دائما مكلفة وغير مجدية بحكم الحركة السيارات والشاحنات الكبرى تهتار بأسرع وقت سكة الحديدية هو القطار للصحراء الكبرى نعم بحكم أنه في نفس السياق تكلمت على هذا المشاريع المشاريع اللي هي كالية ضخمة لأطلقت يعني في السنوات الأخيرة تكلمت على مشروع السكة الحديدية هناك كذلك مشروع خاص بغارج بلاد يعني بولاية تندوف هناك كذلك يعني مشاريع في القطاع الفلاحة كمشروع بلدنا في ولاية أدرار هناك كذلك مشروع مع الإيطاليين ما تظنش أنه مثل هكذا مشاريع ضخمة ستخلق مناصب شغل ستخلق يعني تنمية مستدمة بالمنطقة أكيد هذه من ضمن المشاريع الكبرى التي تخلق مناصب شغل وتخلق استقرار بالمنطقة لكن دائما لازم مرافقتها بوسائل نقل الطرقات والسكة الحديدية لأنها تبقى منعزلة ما دم يكون هذه البنية التحتية نعم ماذا عن المشاريع الفلاحية المشاريع الفلاحية يعني الشيء اللي لاحظناه بعد دخول المنصة الرقمية في إطار التفزيع وكالة جزائرية لترقية الاستثمار وكالة جزائرية لترقية الاستثمار وهناك تقدم جيد ربما الشيء اللي لاحظناه في بعض الأحيان نحن كرئيس غرفة والله كمهنيين في ضمن الفلاحة بيودنا أن تكون شباك موحد لهذا الإطار كامل ويبقى على مستوى وزارة الفلاحة سواء كان توزيع الأراضي سواء كان رخص الحفر خاصة بالفلاحة يعني يكون كامل على مستوى وزارة الفلاحة بغض النظر على وزارة النقل ستبقى وزارة الفلاحة هي المسؤولة على مشاريع الاستثمار متعلقة بالفلاحة بحد ذاتها نعم دائما بخصوص قانون المالية اليوم هل تظن أن الفلاحة أصبحت من الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية؟ أكيد الفلاحة من الأولويات يعني نحن كنتمنينا حتى يكون اسم وزارة الفلاحة وزارة الفلاحة والأمن الغدائي لأنها هي التحديات وهي القرارات السيادية من الأمن الغدائي يعني في كل قرارات سواء محليا أو أجنبيا بالذات حتى لا نضطر لتصدير مأكولاتنا من وراء البحر يعني استيراد مأكولاتنا من وراء البحر هل الاستثمار في الجنوب يعني مربح وسهل بحكم أنه أنت ابن المنطقة وأهل مكة أدر بشعابها سيدون؟ مربح في نفس الوقت يطلب جهود أكثر يعني لوصول ذلك الربح الجهود هذه يعني الدولة لازم تسام فيها مباشرة دائما يعني بالتحفيذات سواء كانت مالية أو في بنية تحتية التي تساهل المستثمر لأن دائما المستثمر الكبير ليس بالمهني الفلاح الصغير دائما يحب الربح لكن المهني ربما يحب يعيش فقط هما المستثمرين الكبار فهذا يجب أن يعرف بالحط 100 يلقى 300 والله أكثر فلهذا يعني مرافقتهم في توفير الوسائل وتوسير الدعم المادي والمعنوي وكل ما تعلق بالاستثمر خاصة يعني للمنشآت القاعدية اللي هي تساهم كثيرا في رياحية الإنتاج سواء كان غرف التبرير سواء كان المجمعات الغذائية ومثل ذلك كل من يتعلق بالإنتاج والصناعة الزراعة رئيس الجمهورية قال أن العهدة القادمة ستكون عهدة اقتصادية بامتياز إرادة سياسية كبيرة وملحة من طرف رئيس الجمهورية من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي كبير والوصول إلى ناتج داخلي خام 400 مليار دولار في نهاية 2027 ما تظنش أنه اليوم الكرة أمام كل الشركاء الاقتصاديين وحتى المسؤولين والجهاز التنفيذي والحكوم يبقى أملنا كبير في هذا وتطلعتنا أكثر الشيء الذي أرجو أن لا تضيع أمل المستثمر وأمل المواطن والمهني بين دوليب السلطة وقرارات الدولة ماذا تقصد يعني ممكن توضيحات أكثر توضيحات أكثر أن الدولة عندها قرارات لكن السلطة في بعض أحيان برقة يعني ينفر منها ذلك المستثمر وذلك المواطن لتجسيد مشاريعه وتطلعته ما تظنش أنه ضروري اليوم من البحث على الكفاءة الحقيقية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من أجل تجسيد كل هذه الالتزامات والتعاهدات ما تظنش أنه اليوم في الجزائر كاين مشكل ذهنيات ويجب تغييرها وعطى مثال رئيس الجمهورية في أحد تصريحاته مع وسائل إعلام قال أنه من غير الممكن أنه وزارة إدارية في العاصمة تتحكم في مؤسسة فلاحية أو مستثمر موجود في المنيعة أو في أدرار أو في تيميمونيا هذا الشيء أنه رئيس الجمهورية مارسه بحكم وظيفته التي أرتقى منها من موظف بسيط إلى أعلى قمة في الدولة معناها عارف أنه البورقراطية الإدارة هي العايق في كثير من الأحيان أمام المواطن تطلعات المواطن أمام تطلعات المستمر أمام تطلعات الدولة به حد ذاتها مع الخلل الواقع ما بين قرارات الدولة وتنفيذ الجهاز التنفيذي في الواقع الذي هو يسيطر على دوليب السلطة المحلية في قراراتهم نعم شفنا مؤخرا الباريح عفوا رئيس الجمهورية قام بحركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين يعني كيف ترى هذه الحركة خاصة في هذا الوقت بالذات ما هي دلالتها حسب رأيك سيدهم؟ إن شاء الله نرجع للشعار التي سبقت أنت ذكرته أن الرجل مناسب لمكان مناسب فهذا الشيء إن شاء الله يفتح أمل أكثر في بعض الولايات التي ربما قد شهدت ركودا وبعض الولايات ربما شهدت تقدما أن لا تشهد تأخرا في ذلك وأملنا كبير في الولايات الجدد ونحيي كذلك الولايات التي لذين سبقوهم بما قدموه واجتهدوا فيه ونتمنى التوفيق للقديم والجديد ماذا عن الحكومة الحالية والحكومة القادمة؟ في انتظار الحكومة القادمة نحيي لحكومة الجديدة باجتهاداتها وعملها المتواصل نعم سيد قومة ماذا تقترح اليوم كحلول من أجل إنعاش الاقتصادي ومن أجل ترقية الاستثمار من أجل ربما خلق ديناميكية أكبر خاصة في الجنوب جنوب له ظروف خاصة وليه تحكم فيه ربما بعض أمور طبيعية التي هي قد تخرج عن نطاق البشر لذلك تطلب دراسة معمقة والدراسة جدية واستشارة أهل المنطقة واستشارة أهل الخبرة بالمنطقة ليس مكاتب الدراسة الذين متواجدين على مستوى مكاتبهم أو عن طريق وغل إيرت أهل ومكة أدري بشاهبها ربما هذه أكيد نعم ما هي إنشغالاتكم إنشغالاتنا نحن كمهنيون فاللح أن السلطة أو الجهاز التنفيذي يسرع في تجسيل الرمج رئيس الجمهورية ما تعلق بالدات في الاستثمارات الكبرى وهي الطاقة والطرقات والتجهيزات القاعدية للإستثمارات الكبرى تجهيزات القاعدية نعم طيب الآن بخصوص قطاع الفلاحة وبحكم أنه أنت رئيس الغرفة الفلاحية لولاية إليزي الزراعات الاستراتيجية الموجهة للصناعات التحولية خاصة متعلقة بالحبوب الذرة وكذلك النباتات الزيتية هل اليوم وصلنا إلى المحفظة الخامسة أو الرابعة هل تظن أن هذا التوجه سيساهم في الوصول إلى هدف تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء ذاتي خاصة في الزراعات الاستراتيجية؟ هذا أملنا كبير في هذا وعلينا رفع التحدي أكثر وواجب الجهاز التنفيذي أن يبادر أكثر ويزيد شوية من الوتيرة للتنفيذ للقرارات الدولة ومواكبة العصر لأن العصر التكنولوجيا الفلاحة التسعينات هي الفلاحة الفينات قادر أنت من العاصمات السير ومستثمرة أنت عكي الموجودة في أقصى الجنوب لكن هذا يتطلب تجهيزات في الاتصالات ودائما يدخل ضمن البنية التحتية من أجل تطوير العمل وأسرع الإنتاج نعم اليوم هل الأولوية هي القيام بزيادة المساحات المزروعة يعني الخاصة بالزراعة أم أنه نرفع يعني منه وثيرة الإنتاج وثيرة الإنتاج أو المردودية المطلوب رفع وثيرة الإنتاج يعني المردودية لأن الناس اللي رأى موجودين مردودية للناس اللي موجودين في الواقع ولهم استثمار وابدوا باستثمار رفقهم أكثر لرفع الوتيرة الإنتاج والمردودية لتحسين يعني وإعطاء ضوء أكثر للبقية القادمة أنه في مردودية وفي فاعلية وفي مرافقة من طرف الدولة والتفاعل مع المستثمرين نعم خاصة وأنه هناك اليوم تحفيزات كثيرة بخصوص الاستثمار الفلاحي شفنا رفع أسعار يعني شراء الحبوب شفنا كذلك الدعم في الأسمدة وارضة الرافيق ما تظنش أنه اليوم الباب يعني مفتوح من أجل الاستثمار في الفلاحة وتحقيق كل الالتزامات لأقرها رئيس الجمهورية طبعا هي الأمور كلها رهي مفتوحة يعني خاصة في الجنوب واغلب الولايات اللي هي يعني ربما الولايات اللي هي فيها مساحات كبرى أضرار المناعة المناعة اللي بطاقت على غردايا وورقلة إليزي رهي في مرحلة التقدم إن شاء الله وحنرفع التحدي إن شاء الله من منافسة الولايات المجاورة لن نعم في ولاية إليزي يعني فيها فلاحة يعني كبيرة الحبوب أما هي ربما المجالات الموجودة فيها ربما يعني كان علينا السنة الماضية أول تجربة في المساحات الكبرى اللي هي حصدنا فيها ما يقارب 350 هكتار من القنح الصلب والسنة أراه في يعني ربما في زراعة دوار شمس نعم تجربة زراعة دوار شمس نعم فيه قدر قطاع المناجم على ما أظن قطاع المناجم والتنقيب عن الذهب حاجة قليلة لكن بما أننا ذكرت تنقيب عن الذهب فهذا يتطلب يعادة النظر في التنظيم والتشريع المعمول به بهذا الإطار لماذا سيدنا؟ باعتبارها تجربة أولية يعني يعادة النظر في تسير متاعها نعم لازم لأن ربما كما يقولون دارت في وقت قياسي وفي وقت ربما الشراء السلم الاجتماعي في الوقت الحالي لازم يخلوه في ضمن الاستثمار الفعلي لهذه الموارد طبيعية يعني يعطى فرصة للشباب الجزائرياني؟ طبعا يعطى فرصة للشباب لما نقول يعطى فرصة للشباب معنى اقتناش السلم اجتماعي لكن ما بعد هذا لازم الدخول في الاستثمار الفعلي التي يستفاد منه الشاب سواء كان مالك سواء كان عامل وإلى فائدة خزينة الدولة فائدة خزينة الدولة نعم الآن بالإضافة إلى قطاع المناجم وقطاع الفلاحة نتكلم كذلك اليوم بخصوص قطاع الصناعة اليوم كيف يمكن الرفع من قطاع الصناعة والمساهمة في الناتج الداخلي الخام أكثر من 10% قطاع الصناعة بالنسبة للصحراء ربما يدخل في إطار التحويلات الصناعة التحويلية الصناعة التحويلية اللي هي منتجات الفلاحية أو في إطار المناجم بما يتعلق بالذهب أو القرانيت أو الحجر يعني الأمور اللي دخلها في المناجم الكاملة يعني ربما بدأت في ولاية إليزي وولاية جانيت وولاية طامر رصد فهذا يعني لازم نحافظ أكثر ويعطى جدية أكثر في هذا المجال حتى خلق المناصب الشغل هي أهم حاجة في هذه المناطق إن خاصة جانيت حاليا لا توجد فيها مؤسسات صناعية إطلاقا ما فيش تقضى صناف في ولاية إليزي ولاية جانيت نعم نحن نقول إليزي بالنهاب عطي برها راهي داخل محيطات وداخل هياكل الشركة الصونطراك لما جانيت تبقى ولاية منبطقة عن إليزي فهي لا يوجد فيها أي مصنع ولا أي معمل صناعي حتى ولا واحد يعني ولا واحد فهذا لازم يعني التفكير في الإنتاج المنجمي لأن موجود المحيطات للدهب وبقية المناجم نعم مشروع قانون المالية 2025 تضمن أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال كيف تتوقع تكون سنة 2025 انطلاقا من هذه الميزانية الضخمة المعتمدة الله يحنا نتمنو أنها تمس الشريحة بالداد للهشاء وتمس البنية التحتية الاستثمار اللي هي البنية التحتية لأن الشيء اللي يعانيه المستثمر والمواطن هي البنية التحتية خاصة في الطرقات والسكال الحليلية لازم أن تطيع نعم عندك تحفظات بخصوص مشروع قانون المالية؟ للأسف يعني مش متطلع كثيرا على القانون المالية بالداد فلا ربما الشيء اللي لاحظت هناك رئيس غرفة فلاحية نرجع للجانب الاختصاص وهي على مستو ميزانية الفلاحة لما ندير قراءة أولية لميزانية وزارة الفلاحة يعني 80% والله 70% يدخل ضمن اقتطاعات الدعم يعني الباقي ينقص ما بين التسيير والاستثمار يعني الشيء اللي يبقى الاستثمار لا يعطي أمل كثيرا من طموحات يعني طموحاتنا نحن كفئة الفلاحين أو المربين حتى أنه وزارة الفلاحة يعني من غير المعقول أنه هي اللي تستورد يعني تستورد ربما القمح وتستورد كذلك الحليب وهي وزارة للفلاحة يعني الفلاحة هي تنتج وهذا المهام وزارة التجارة في تناقضات متناقضات كثيرة في هذا المجال في هذا الحديث يعني راح توجهتني أنه نذكر أنه يعني غير من المعقول أن ندعم القهوة من خلل الحليب تعرضها يعني ربما في الأولويات دائما يجب علينا أن نختار الأولويات في استقرار الطبقات الهشة والضعيفة في هذا المجال كلمة أخيرة سيغمك كلمة أخيرة وهي بالترقية ترقية ما نفهمش رسالة لمجتمعنا الأمازير يعني أتبط فولفوس نوان تخدمي مضلان نوان تقزيمك النوان بما هي عري على دراعك واخدم منطقتك وحافظ على بلادك نعم بطبيعة الحال الجزائرين هم اللي يخدموا بلادهم إن شاء الله شكرا جزيلا سيد محمد غمار رئيس الغرفة في ليحلية وليد إليزي شكرا جزيلا شكرا وبرك الله وفيكم على استضافة وفيكم على برك الله إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهارنا كنا قد وصلنا بدورنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج تساؤلات أطيب المنى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته